قاضية غادعون أشرف وأنزم قاضية بالإبنان ولازم أنتوا تتمنوا ليلة نهاري يكون في خمسة مثل قاضية غادعون لعملتهم بارح تحديداً القاضية غادعون دخلت على مكاتب مكتف وأعدت وخالفت القانون قاضية تخالف القانون لأنه يقال مش أنا اللي همقول هي تصدر قرارات قضائية قضائية غب الطلب بناء على الاتصالات التي تأتيها من العهد أو رموز العهد أولاً من يعرف غادعون يعرف أنه غادعون لا تتلقى اتصالات من أحد ما بتسمع لحدا مشان هيك قوتة قوتة لأنه بلت إن مبنية من نوفية هيدا واحد اتنين إذا صحة أن هناك بعض المخالفات الطفيفة بالشكل عند غادعون بعتقد أنه اللي عملته يستحق أن يجعل منها بطلة إصلاح لأنه ما حدا غير غادعون تجرأ يفتح ملفات مثل الفيول المغشوش مثل رياض سلامة والدولار مثل الأموال المحولة مثل الزهاب إلى مكاتب ميشيل مكتف اللي بيحول ملايين كليوم واللي مكتبه هو أشبه بالصندوق الأسود يلي إذا عملنا تدقيق جنائي ممكن هيدا يكون جزء من التدقيق الجنائي اللي تجرأت على شخصيات سياسية مثل نجيب ميقاتي وهدي حباش كسرت كبو كسرت خوف وكسرت المقولة اللي بتقول أنه القادة اللبناني ما بيتحرك هلأ غب الطلب نعم ولكن ولكن عديتي كل هوا ما شفنا ولا واحد من هوا مقرب من العهد أو من سياسة غادعون يعني أنا لما تكون غادعون قاضي الزمسابل يا توني أن الفاسدين آه ما تخبريني أو اللي عندهم مشاكل من هيدك الميلة يروحوا يقدموا رأيغظة، ما تخبرينين إنو هلا ما في فاسدين إلا من هيدك الميلة عال، عال، فإذن يفتحوا طيب ما تخبرين طيب خلينا نعملها يقول المخصوص كم إسم بيّن فيه من هاي الميلة توني خلينا نعملها عال أنت عم بتقول أنه نحنا مميدتنا في فاسدين يفتحوا يفتحوا الملفات لا ما فيها ما هي عم تفتح ملفات معينة طيب عال هي فتحت ملفات معينة قاضي تاني يفتح الملفات الباقية خلي كل هالملفات تنفتح عن قدم بارع خالفة القانون او لم تخالف القانون لا لم تخالف القانون ما سحب الملف من اي ده اول شي كان عندها خمسة ايام حسب مفهمنا انه طلع القرار ولكن بده خمسة ايام مش انهاك هي استبقت وراحت اتنين مرات نحنا منعلق على اشيه شكلية يعني مثل اليوم انه خالفة القانون خي شفت انه خالفة بالشكل شي معين انه سبق يتنهار او اخر يتنهار او من بعد ما طلع القرار بس ما شفت انه تجرقت تروح على مكتب حدا ممكن تعرف قديش كان عم يتحول امواله من المصارف عبره لبره هل ممكن تتجرقت روح عمكاتب بعض الفيديوهات اللي شفناها الدولارات مستفي بكونتينرات او تطلع توقف صهريج عم بتهرب الفيول والبنزين والدولارات الى سوريا اذا عندها مادل بين ايديا نعم بس فيه ملفات هو مش شيفتون هو دي بأكيد شيفتون بس بدك ملفتون القاضي القاضي يا توني القاضي بسير بالبلد من دمار اقتصاد البلد مش شيفينه هلأ عن جد يعني كيف كيف عم نحول الموضيع مش عم نحول انه اليوم في ملف كيف عم نحكم هات اذا عندنا معلومات انا مع الكم اذا عندنا معلومات تعال اذا في عنده حدا عنده معلومات يحطها تحت الامر الواقع ويحرزها لغادعون ويخذ له ملف في شي اسمه ملف بيوصال عند القاضي وفي شي عم بتشوفه قدام عينا على نشرات التليفزيون وعلى السوشيل ميديا ساعدوها كل المواطنين لبنانيين ليش ما طلبت من غير غادعون لا انه انا عم بحكي لانه هدا موضوع غادع عم طالب من الكل لانه هدا يمكن المناطق التانية طيب مازال غادع تفتح قول المواضيع لا تخضع لغادعون تخضع لغادعون بدائما نقول مرسي انه فتحت هالمواضيع نقول لا يا الله بعد ما فتحت هدا الملاث لا ما احنا هيدا اللي عم بنقوله انه في مواضيع بالعلن وتحدي للناس هي المشكلة انه كل الملفات اللي فتحتهم غادعون او معظمهم هن لفريق واحد طيب لفريق واحد يعني من يعارض العهد بس محقين ولا لا من يعارض العهد يفتح انا معي يمفتح ملفاتهم محقين ولا لا محقين طيب عال خلي قادة تانية او بعتولها ملفات تانية ليش قادة تانية بتفتحهم بعتولها معلومات يعني تأطلق عليها لقب الجريئة والنزيهة والبطلي بعتولها ملفات مش عم تفتح لفريق واحد يعني اذا فتحت تفريق واحد صارت الموصف وعند فريق اذا مسائبة هالفريق الواحد يعني بتحويل الاموال ما معروف مننا في نحنا من عنا حدا محويل اموال تفتح ملف يعني المشكلة انه هن فاسدين لا بدك تقلي اذا هوليك عندن مية فاسدين ونحنا عنا خمسة طيب اكيد بدو ينفتحوا هول ملفات اكتر بدو ينفتحوا البيئة والخمسة اكيد